في فاي بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم النادي اسفيقسي اعلن او اعلمنا منذ قليل انه تعاقد مع اللاعب الدولي الليبي يا محمد سولا اللاعب كان ناشط في المحرق البحريني سولا كان دربه يا فمليح فوز البنزارتي في نادي او في المنتخب الليبي وقت دريبه للمنتخب الليبي اللاعب يشغل خطط متوسط الميدان عمره سبب وعشرين عام من موليد تسعة وعشرين جولي الف وتسعمية وتلاثة وتسعين يلعب بالقدم بسيقلي سغر امتلاع وكيد من تدابات النادي اسفيقسي بعض المروان الصحرائي اللي يتفاق معها السياس اس ايضا محمد سولا يتفاق مع المسؤولين في النادي اسفيقسي في انتظار الاعلان رسمي من المسؤولين متاع النادي اسفيقسي اللاعب كان الموسم الماضي يلعب في المحرق البحريني ما كانش موجود في المقابلة الاخيرة للمنتخب الليبي الاسباب ما هيش فنية الاسباب الادارية ممكن اللاعب مجغول بشوي بالاجراءات متاع انتقاله على هذكا ما كانش موجود في الستاج الاخير من المنتخب الليبي يعني انتفاق نعاود اتفاق مع سنيدي اسفيقسي وكذلك اللاعب الليبي محمد رسولا الانضاء عقد مع السياسيس بش يكون اول انتظابات الخارجية ندي اسفيقسي قعد اليوم يعود التمرين ان شاء الله كذلك بش يكون بس تغييرات في القائمة متاع ندي اسفيقسي اللاعبين الجايين والا الخارجين برشا من لاعبية كانوا غادروا الفريق وبش يغادروا وموضوعين في الليست متعلم لاعبية اللي بش يخرج اذا محمد رسولا عاود اللاعب الليبي اتفاق مع السياسيس على التعاقد معه لاعب سبع وعشرين عام متوسط مدين هجومي يلاعب بالسيق ليصار من موليد سنة تلتسعين سبع وعشرين عام تسع وعشرين جوية الفتسعين وتسعين بش يكون في النادي اسفيقسي في الايام القادمة بطلب من المدرب فوز البنزارس اللي كان اللي يعرف مليح اللاعب هذا في المنتخب الليبي هكا نوصل لنهاية فاي بلاي اليوم كان معنا في بداية الحصة السيدة هشام بن عمران العضو الجامعي المكلف بالمنتخبات الوطنية كنا حكينا معاه في عدد المواضيع اكدنا انه الفرجاني السيسي كان غايب على الاستاج متخب في النمسا والمقارب والدية ضد نيجيريا بعد اصابته او مقابلته لشكون عنده الكورونا فرجاني على ذلك الخير ما يمشيش مع اصحابه وانه يبقى في العزل الذاتي لمدة خمسة ايام كذلك سيفدي الخير ومتا ما تحاولش للنمسا بسبب اصابة هذا ما اكده هشام بن عمران على حد تعبيره وبالتباعة بالتالي في كل ما تقال البرحة والاصابة وبكوفيد ديزنوف ايضا اكد هشام بن عمران المقابلة غدا ان شاء الله بيش تكون منقولة تلفزيا على القناة الوطنية الاولى بعد اقتناء الجامعة الحقوق بثل مقابلة وملحة اه للتاليزة الوطنية ايضا اكد انه الجامعة مايش بيش تدعم ترقب شماوي في انتخابات الكاف في انتخابات بعد ما اعلن عزمه ترشح لانتخابات الكاف واعلن انه الجامعة تنوي انها بيش تقدم ترشح تدعم ترشح السيد وديع الجريف الانتخابات هذي ايضا اخذينا بتلفون محمد بن براهم النطق والكاتب العامل هي الشابك كان احكيه على التطورات الاخيرة في الشابة وموجة احتجاجات تكبيرة في الشابة بسبب الخلاف بين الجامعة التونسية وكذلك الهلال اه هلال الشابة هذا الناجم والتعاود وتسمعوا الاهم مسار في الحصنة اليوم اه اللي كان فيها ايضا انيسة صغيرة واحد من احباء النجم احباء النجم الساحلي وناشط برشف مدون في الصفحات الاحباء اللي هبطوا اليوم بلاغ مشارك مع مجموعات الاحباء امتاع اليتوال اه في كان شديد اللهجة للريزا شرف الدين في عدد المطالب لرئيس النادي تجمو تسمعوا هذي الكل على الباجمتين اكتب خصفين تلقاو يزيك ستخيل كل تلقاو الفيديو الكل اللي كان امن هم لكم ادم المدب شكرا مانير ساسية في الاخراج شكرا الفدوى دريدي في الاعداد من قابلون احنا بعض غدوة ان شاء الله من ما ساعتين حتى المطرفة نصف في فيربلاي اجمل تحياتي اشتركوا في القناة